اهلا بكم ساعة تانية عدادي اهلا بكم مرة تانية قناة الاسكولا معكم استر محمود شلبي ضاهراتين غاية في الاهمية الظاهرتين اللي سببه مشاكل كثيرة جدا للانسان في العصر الحالي صغيرة تأكل طبقة الأزون عايزين نعرف إيه طبقة الأزون موجودة فين؟ موجودة هنا بالذات ليه؟ طب طبقة الأزون دي كونت إزاي؟ طب ربنا خلقها لنا ليه؟ بتحمل أرض من الأشعل إيه؟ هنعرف معلومات كتيرا عن طبقة الأزون وكمانا نعرف الأزون ده بدأ يحدث فيه تأكل طب إيه سببه؟ إيه الغازات اللي قدت لتأكل طبقة الأزون؟ وبعد من خلص الأزون بالكامل هنأخذ الظاهرة التانية اسمها زهرة الاحترار العالمي الجو بقى حرق وفصل الصيف بسبب احتباس الحرارة على الأرض هنعرف يعني إيه عملية الاحتباس الحراري وزهرة الاحترار العالمي مش هطول معك عندنا الزاهراتين نبتدي مع بعض تفضلوا معي تأكل طبقة الأزون وارتفاع درجة الحرارة عندي زهرتين من التكلم عن اليوم تأكل طبقة الأزون إيه عصرها وارتفاع درجة الحرارة وإيه عصرها أو إيه سببها سوف نتكلم عنهم في شكل الزاهراتين أول الزاهرة عمّا حضرتك اسمها زهرة تأكل طبقة الأزون والزهرة التانية اسمها الزاهرة الاحترار العالمي في الدرس هذا نتكلم عن زهرتين تأكل الأزون والاحترار العالمي يهدده كوكب الأرض منذ منتظر القرن العشرين سنبتدي مع بعض أول واحدة منهم الأزون الأزون يتكون على ارتفاع من 20 إلى 40 كم مثل ما أخذنا في الحلقة اللي فاتت في طبقة السطراتوسفير لأنها أول طبقة بتقابل الغلاف الجوي تقابل شعر الفوبة نفسجية الصادرة من الشمس وتكون بها كمية مناسبة من غاز الأوسوجين نور ثاني أخذنا مع بعض الحلقة اللي فاتت أن السطراتوسفير وهي الطبقة الثانية من طبقات الغلاف الجوي التي تحتوي على طبقة الأزون من 20 إلى 40 كم هذا السطراتوسفير لماذا تكون الأزون فيها؟ لا تكون في طبقة اللي تحت واللي فوقها قال لي لأنها أول طبقة من طبقة الغلاف الجوي تقابل أشعر الفوبة نفسجية لها مثل ما في الطبقة الثالثة وربعة أكيد تقابلها تمام تركز معي وتكون بها كمية مناسبة من غاز الأوسوجين يبقى الطبقة دي أول طبقة فيها أكسوجين تقابل الأشعر فوبة نفسجية الميزوسفير كميات محدودة من غاز الهليومول والليدروجين والميزوسفير أول طبقة فيها أكسوجين ويقابل الأشعر فوبة نفسجية فيتكون فيها الأزون تمام نشوف مع بعض كيف تكون الأزون طريقة تكون غاز الأزون يتكون على خطوتين أول خطوة كسر رابطها في جزء الأكسوجين عندما تصاصل الأشعر فوبة نفسجية متحولة إلى زراتين أكسوجين حرتين كسر رابطها في جزء الأكسوجين عندما تصاصل الأشعر فوبة نفسجية متحولة إلى زراتين أكسوجين حرتين ثاني خطوة تتحت كل زرات أكسوجين مع جزء أكسوجين آخر نشوفها كده الشكل البياني بتاعنا الزرات أكسوجين الزرات أكسوجين أما تتعرض لأشعة الشمس تقصر وهذه هي منفردة كل أو دية تروح مع جزء و دية تروح مع جزء تديني هنا أو سري وهنا أو سري أهي شوفها على شكل معادل كمان أريد أن نأخذها هناك أشعر فوبة نفسجية و إنه يريد أن يكون اشعر فوبة نفسجية يجب علينا زرات أكسوجين نشيطة زرات أكسوجين و زرات أكسوجين نشيطة يجب علينا O3 و تقصر الأزون و تتحانق جزء أكسوجين الزرات أكسوجين الأشعر فوبة نفسجية التي تأثر على طبقة الأزون العلمان ما يدرسواها اكتشفوا تلات انواع اول نوع عندي اسمها الاشاعة القريبة UVA ثاني واحدة UVB ثالثة واحدة UVC طولها الموجة يعني طول الموجة الضوئية اول واحدة C من 180 نانومتر وهي واحدة القياس الأطور طول الموجة القريبة الثانية من 228-315 يبقى أطور الثالثة القريبة 315 الى 400 نانومتر يعني أطور ديت عشان أمواك قصيرة فلا تنفس بنسبة 100% والحمد لله لأن ديت أخطر واحدة من أنواع الأشاع الفبنفسجين وديت لا تنفس بنسبة 95% لأنها برضو قصيرة شوية أما ديت أشاعة طويلة تصل إلى الأرض بنسبة 100% وبردو الحمد لله لأن الأشاع دي مهمة جدا بالنسبة لأطفال حديث الولادة التي تدخل في العظام تكون الكالسيوم تأثيرها الأولينية ضارة والثانية ضارة الحمد لله أما الثالثة مفيدة أما المعلومة بتاعتنا النانومتر وحد القياس الطول الموجي يعني طول هذه الأمواج وكل نانومتر هذا عبارة عن جزء صغير جدا 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 من متر واحد في عشر أسسال تسعة من المتر يعني المتر نفسه من السم إلى عشر أسسال التسعة الجزء الواحد اسمه نانومتر مرحوظة الأشاع الفبنفسجية لها تأثير كيميائي لا تأثير كيميائي لا تأثير كيميائي لا تأثير كيميائي لا تدخل في معادلة كيميائية تدخل في تكوين الأزون على طبيعة الأزون تعمل كدرة واقل الأرض خدناها بردو الحلقة اللي فاتت أما قلنا الغرف الجوي ليه ثلاثة أهميات ثلاثة درع اللي هي الأزون والميزوسفير الطبقة المخرخلة والحزامية فنقالي فاكرين لو مش فاكر ارجع للفيديو بتاع الحلقة اللي فاتت وشوفوه طبعا للتاني هنا طبقة الأزون تعمل كدرة واقل لأنها بتحمل أرض من تأثيرات كيميائية الأشاع الفبنفسجية تأكل طبقة الأزون العلماء قاعدوا يدرسوا إيه السبب تأكل طبقة الأزون وطبقة الأزون سنكات ولو كانت موجودة تحت كان إلا يحصل ضغط الجوي ودرجة الحرارة يختلفان عند طبقة الأزون عن سطح الأرض طبعا عندنا نقول heap الضغط الجوي الضغط على السطح الأرض الضغط الجوي المعتاد طبعا الجميع وكلما ارتفعنا إلى اعلى مد خلال يقق لدرجة الحرارة كلما ارتفعنا إلى أعلى وكلما ارتفعنا إلى اعلى يقق للضغط الجوي ابترض العلمو آنجليزي دوبسون بأفض dış أن ازون يكون تلاتة مل إذا كان موجود الأزون على سطح الأرض كان وقع تحت ظروف الضغط الجوي المعتاد ضغط كبير بالنسبة لفوق ودرجة الحرارة أعلى بالنسبة لفوق لكن فوق تصل إلى سلب 60 لو فاكر وذلك يعرف معدل الضغط ودرجة الحرارة يبقى الضغط الجوي على الأرض ودرجة الحرارة العادية لماذا تفعله سفر وهي المعدل ولو أقل ولو أكثر اسمها ميم ضدال ميم يعني معدل زرز ميم ضدال وضغط يعني ضغط وذلك يعني ضدال معدل الضغط ودرجة الحرارة معدل الضغط ودرجة الحرارة ديبسون قال لو الأزون كان موجود على سطح الأرض كان يتعرض لضغط أكثر حرارة أكثر فكان الأزون هينضغط لجوة أكثر كان يبقى سمكه ثلاثة ميلي بس لكن ربنا أجد أن يحمل الأرض من الأشعار فوق نفسجية يجعل الأزون يبقى موجود في الطابعة التانية فالضغط أقل ودرجة الحراء أقل إذا الأزون سمكه أكبر وافترض سمك الأزون بدرجة معينة وافترض أن كمية الأزون الطبيعية تعادل 300 واحدة ديبسون ديبسون يعني ديو وديبسون اسم العالم وقال أن الأزون بدل 3 ملي ضربها في المئة وخلاها بالوحدات فقال 300 واحدة ديبسون تدعوى الأزون الطبيعية طبعا هذا افترض بالأرقام يعني أول تاني افترض لو الأزون كان عنقارد سمكه 3 ملي فافترض أنه موجود فوق يبقى سمكه 300 واحدة ديبسون وسمى الوحدة القياس بتاعتها باسمه عشان الناس لا تنسوه عشان تبقى علامة مسجلة باسمه واحدة القياس الأزون الطبيعية ديبسون تمام كده؟ طعم وبناء على ذلك لاحظ العالماء وجود تآكل في طبقة الأزون فوق منطقة القطب الجنوبي بالذات الذي يهرب بصقب الأزون يزداد في شهر سبتمبر من كل عام هل ترون المنتجه على صوب الزن صوب الأزون عند قطب الجنوبي سك الأزون بدأ يزداد 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 كل عام يزداد في شهر سبتمبر بالذات ما معنى شهر سبتمبر السجب دوات اللي هو ما فيهوش جوزون اسمه سجب الأوزون المنطقة اسمها سجب الأوزون عند قطب الجنوب بالذات ما معنى علل لتجمع الملوسات في شكل صحب سوداء كل الملوسات العقور أرضية تجمع على شكل صحب سوداء تدفع الرياح في هذا التوقيت من كل عام فوق منطقة القطب الجنوبي التي تؤدي لتآكل هذه الطبقة وتكون سجب الأوزون يبدو من سجب سجب الأوزون للصحب السوداء ما معنى عند القطب الجنوبي لأن الرياح تدفعها في كل عام إلى القطب الجنوبي ما معنى في شهر سبتمبر لأن الرياح تدفعها في جهاز الشهر من كل عام بعد ذلك عندنا سجب الأوزون تعريفه وعندنا الوحدة القياس وعندنا كمان مسائل عن دوبسون نشوف مع بعض واحدة واحدة سجب الأوزون ممكن نعرف سجب الأوزون على أنه هو يعبار عن تآكل في طبقة الأوزون فوق مطقة الكطب الجنوية يعني التعريف هو يعتبر زي ما يكون شرح صحب الأوزون هو التأكل هذه الطبقة اللي موجودة في قطة أو قطب الجنوبي للأرض استخدمت وحدات ديبسون لتعرف على سمك طبقة الأوزون ونسبة التأكل فقال لي مثلا على سبيل المثال مش ديبسون كان قال لي إن سمك الأوزون الطبيعية بتسوي 300 فقدني مثلا على شكل مسائل إذا علمت أن درجة الأوزون درجة يعني سمكة أو نسبة الأوزون الموجودة في احدى الاماكن 100 فاحسب مثلا لو قال لي درجة التأكل طيب هو كل بكام 300 واللي موجود دلوقتي 100 يبقى الطبعية كلية نقص 100 تدينى اللي التاكل اللي هو المتين طيب لو طلب مني نسبتها نسبة التأكل طيب اجيب درجة التأكل اللي احنا لسه حاسبنا هي تليمتين واسمها على الطبعية كلها واضرب في 100 على 100 تمام يبقى نتني مع بعض نسبة التأكل يبقى جيب اللي التاكل درجة التأكل على كل واضرب في 100 وفي النهاية اكتب في 100 او 20 على 300 في 100 تتسوي 66 و 18 في المية طيب لو عايزين نسبة الموجود اجيب اللي موجود واقسمه على كل واضرب في 100 على 100 او اللي موجود بتاعنا كام اللي هو المية 100 في اقسمه على 300 واضرب في 100 تمام والنتج اكتب جنبيه في المية يبقى بتسوي 33 و 13 نتني مع نسبة التأكل اجيب اللي التاكل على كل في 100 على 100 طيب اللي موجود يبقى اللي موجود على كل في 100 وقت في النهاية على 100 تمام ملوسات طبعة الازون اللي سبب بقى تأكل طبعة الازون عندي بعض المركبات اللي بتسبب تأكل طبعة الازون طبعا اقوى او اشهرها مركب اسمه كلورو فلورو كربون سي اف سي او المعروف باسم الفريونات مركب اسمه كلور ادي السي فلور ادي الف كربون ادي السي التانية تمام ممكن يكتب كمان سي اف سي ال ممكن يكتب سي اف سي ال سري كده تمام او اس كده سمو كده يعني اللي هي اس الكابتل تمام اه اس الجامع قصدي اللي هي كلمة مركبات تمام كده كي تكتب سي اف سي او اس كده سي اف سي ال ووراء اس كده على جنب تحت كده 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 ممكن ليها ممكن ليها فعله وممكن ليها غير ل وتحتها كده اس اللي هي اس الجامع كده عشان كلمة مركبات فأدي كده صح وده صح وده صح تمام التانية المعروفة حاليا باسم الفريونات الفريونات موجودة فينا عندنا بقى بنستخدامها في ايه قال لي بنتستخدامها اربع استخدامات أول استخدامها عند حضرتك في الصورة الأولى كمادة مبردة في أجهزة التبريد أجهزة التبريد التي هي التلاجات أو الديب فريزر مادة مبردة التي تبقى في التكييف أيضا الفريون نفسه تسمع كلمة الفريون في التكييف أو في التلاجة أو في الفريزر أيضا في دافع لرزاز الايروسولات التي هي الصورة لا تسمع بيروسول أي مادة تترشى اسمها أي رسولات الأي رسولات التي تترشى تكون موجودة في الأنبوبة من جوة الفريون ويضع عليها المادة السمى التي أرش بها وهذه البخخة مجرد أن أدوس على البخخة فريون يزوء المادة السمى التي تطلعها برا الأنبوبة ويعمل مادة كدافعة كمادة مبردة وكمادة دافعة كمادة نافخة في عبوات الفوم عبارة عن بلاستك رؤية تنفخ يعني مادة نافخة عن طريق الفريون كمادة مزيبة في تنصيف أو شرح الكاربية ويجب أن تنظف مبايلي أو شيء ويجب أن تصلح ويعمل ويجب أن ترش رش على البردة وهذا الرش هو فريون يؤدي إلى تأكل الصادة والأتريب الموجودة يشيلها كلها وينظفها يبقى فريون وهو الفريونات الكولوفرو كربون أهلا يستخدمها كمادة مبردة ودافعة ونفخة ومزيبة أثناء استخدامنا يتصرب منها الذي يتصرب ويتصعد إلى أعلى الذي يجمع في شهر ستنبر ويؤدي إلى تأكل طبقة الأزون المادة الثانية اسمها غاز بروميد الميصير وهذا غاز يستخدم كمبيد حشري ونرشه على معخزين المحاصيل الزراعية لحمايتها ونخزن محصول زراعي ونرشه عليه يتصرب منه ويتصعد ويؤدي إلى تأكل طبقة الأزون مادة اسمها لألوناته لا يوجد موجودة الحمد لله كانت تستخدم في إطفاق الحراكة لتفرقها على أفلام قديمة تستخدم طفاية الحريب مثل الرغاوة وهي الهلونات دلوقتي تستخدم سنوكسيدي كربون لكن زمان كانت الهلونات ويؤدي إلى تأكل الأزون أما ربعة واحدة أكاسية النيتروجينة التي تنتج من احتراق وقود الطائرات الأسرع من الصور الطائرة التي قدام حضرتك اسمها طائرة الكونكورب لا تصنع لأنها ملاوسة بها طائرة سريعة جدا طائرة سريعة جدا كانت تطير في مستوى أعلى من الطائرات العادية كل الطائرات تطير في الجزء السفري من الأزون وهي تطير في طبقة الأزون نفسها حتى لا تقبط في طائرات سريعة جدا والوقود سريعة جدا يوم ما يحترق بيطلع أكاسية النيتروجينة مباشرة في الأزون فبيؤدي لتأكل طبقة الأزون اسمها الطائرات الأسرع من الصوت وهي الكونكورب وقودها كان يؤدي احتراقه إلى أكاسية النيتروجينة أكام مادة تستخدم أو تؤدي لتأكل طبقة الأزون أربعة كولورو فلورو كربون هلونات هلونات وأكاسية النيتروجين وهو ما يسمى بروميد الميسايل تمام كده نشوف الزهرة التانية زهرة الاحتراعة العالمية ونأخذنا مع بعض اول زهرة وهي تأكل طبقة الأزون نشوف الزهرة التانية برضو اللي تؤثر على كوكب الأرض زهرة الاحتراع عالمية بيقول لي أظهرت أبحاث الهيئة العالمية للتغيرات المناخية اسمها IBCC إختصار كلمة الهيئة العالمية للتغيرات المناخية للأمة المتحدة أظهرت حدوث الارتفاع مستمرة في متوسط درجة حرارة الهواء القريب من سطح الأرض يوجد بإسم زاهرة الاحتباس العالمية يسببها عملية الاحتباس الحالي دعك معي وركز في كلمته هناك كلمة ظاهرة وكلمة عملية عملية تسبب الظاهرة أو ظاهرة تحدث بسبب العملية أول خطوة العملية ثاني خطوة الظاهرة عملية اسمها احتباس الحرارة يؤدي الى الاحترار الكرة الأرضية بالكامل اكتشفت الموضوع الهيئة العالمية اسمها IPCC لولاك اختصار إدية تقوله الهيئة العالمية للتغييرات المناخية الاحترار العالمي ستظهر التعريفه من هذا الموضوع هو ارتفاع مستمرة في متوسط درجة حرارة الهواء القريب من سطح الأرض وحسبنا في الايام للسنين الأخيرة كلها انه درجة الحرارة كل صيف يكون أشد من الصيف القبلية ارتفاع الحرار أكثر من القبلية الرطوبة أكثر من القبلية حتى البرد لا يكون برد زجتين مثل السنة القبلية هذا هو سبب الاحتباس الحلاري والاحترار العالمي ما أوجده؟ نعرف سببه عن طريق أول التجربة السهلة المواد والأدوات زجاجتين مياه غازية ترمومترين مسحوق اسمه بيكاربونات السوديوم خل و مياه نضع مقدار الماء في الزجاجة الأولى ومقدار الماء من الخل في الزجاجات الثانية نضع ترمومترين في جل زجاجة نضع مسحوق البيكاربونات السوديوم في الزجاجة الثانية مع الخل وغلقها جيدا وخطيها بالغطاء والإحتفاظ بسانيكسيد الكربون المتصاعد نضع إزاستينة كما نرى هذه إزازة مياه ترمومتر وإزازة ثانية فيها خل نضع على كيس البيكاربونات بالبيكاربونات السوديوم نضع أفلتها نضع أشعة الشمس الاثنين نضع درجة الحرارة في الزجاجة التي ترتفع أكثر من دية نرى ارتفاع درجة حرارة الأنبوبة الثانية التي ترتفع أكثر من الأولى والاستنتاج ارتفاع تركيز ارتفاع تركيز غاز سانوكسيد الكربون في جو الزجاجة أدى إلى ارتفاع درجة الحرارة ومنين ترتفع سانوكسيد الكربون تفاعل المادتين اللي هم البيكاربونات مع الخلف اللي اتنين دولي أوجد سانوكسيد الكربون وخلاء سانوكسيد الكربون يبتلي يزيد في جو الزجاجة مما أدى إلى ارتفاع درجة الحرارة زي وزي الأرض بقى بالضبط ارتفاع تركيز سانوكسيد الكربون في الجو بسبب احتراق الوقود البترول البنزين الفحم الخشب كل دوات الملوثات أما بيطلق المصانع سانوكسيد الكربون بكترة أما موجود في الجو يقدر ارتفاع درجة حرارة الأرض بالكامل بنفس الكافية ترتفع درجة حرارة الأرض منذ 35 بتأثير زيادة الغازات الدافئة في الغلاف الجوي والتي تنتج من احتراق الوقود الحفري وقطع أشجار الغابات فبنقول ثاني الوقود الحفري الوقود الحفري اللي جاي من الكائنات الحياة لو إنسانه حيوان يبقى جاي منه البترول والغاز الطبيعي لو نباد يبقى جاي منه الخشب يبقى ما يدفن تحت الأرض يتحول إلى فعل طيب الغازات الدفئة ربنا خلق مجموعة من الغازات على الأرض زي بخار المياه زي سانوكسيد الكربون هنشوفهم معالدة في المناج دلوقتي حالا الغازات دي ربنا خلقهم بنسبة معينة أما زودناها احنا بدأنا نحس بالحر ما بقتش دفيئة نشوفهم مع بعض أهم الغازات الدفيئة غسن أكسيد الكربون اللي هو رمزه سي أوتو على الرموز كانت نسبته 38 من ألف شوف جزء صغير قد إيه؟ زادت بقت 31 من ألف طبعا الكسرة من الرقمي يبقى الكسرة قيمته تكبر في الرياضة 38 من ألف زادت بقت 31 من ألف أما بقت 31 من ألف إيه اللي حصل؟ بدأنا نحس بالحرارة ده لسه ما وصلت إلى واحد صحيح وما لما يصل إلى واحد صحيح نبقى نظامه نشوف مع بعض الغاز الثاني مركبات الكولورو فلورو كربون مركبات الكولورو فلورو كربون يبقى الثاني غسن أكسيد الكربون مركبات الكولورو من التنافس الكتنات الحقيقي وإحتراق الوقود كانت نسبة 31 من ألف زاد إلى 38 يعني من 31 إلى 38 زاد كام؟ 7 من ألف الزيادة البسيطة ديت قدت الإحتراع العالمي جميل جدا كانت نسبته ثاني كانت 31 من ألف كانت الhana próxim غسن الذئين أستفقاي هذا هو almost 38 لكنها secondة بعد الكسر يهتم رقم مقارسة سبعة من ألف حسنت في حرارة غامدة المركب الثاني كولورو فلورو كربون غسن مركب كولورو فلورو كربون مركبار الطعام حاجة مثل هامستر بروميد الميسايل هنا غاز الميسان سي اتشو فور اللي بيطلع من اجسام الكادات رحية بعد تحلولها عند موتها اكسيد النيتروز انتو او موجود في الجو بخار الماء اتش او او اكسيد النيتروز كان في حاجة كده في التأكل او اكسيد النيتروجين اللي بتجي من طائرات الكونكورد فاكرنا وبخار الماء خش الهمام استحمى خل الماء سونة بشغلة البخار يملى الحمام تحس ان الحمام بقى دافي ومن اللي دفاه بخار الماء فبخار الماء دربنا خلاقه من الغازات الدافئة احنا مما زودنا نسبة ونسبة ونسبة ارتفعت درجة الحرارة اكتر من الدفئة تمام؟ معلومة اسرائية غازات الدافئة نعمة تتحول الى نقمة فلو لا لن خفض درجة الحرارة الارض عن 18 درجة يعني مثلا دلوقت درجة الحرارة فلو لا يوجد عشرين كانت غازات دفئة درجة الثانية في الوقت يحدث اثنين لو درجة الحرارة الارض كانت غازات دفئة كانت قلت 18 درجة لكن انا زودناها فلم أستطيع تفاقه الى احترار تفسير ظهرات الاحتباس الحرارة بصوا معي في الصورة الأشعة الأشعة التي جاءت من الشمس الذي لجعه الأشعة تحت الحمراء عندما ترتفع كثافة الغازات الدافئة في الغلاف الجو يكون بدول مشابه لدور الزجاج في الصوبات الزجاجية يقفل عن الحرارة من خلالها تخيل نفسك في عربية وقفل الإزاز والعربية في الشمس في فصل الصيف وليس مشابه لتاكيف ولا حاجة ستجد ان احتررت جميل جدا لدرجة انك مستعدة تنزل من العربية وتوقف في الشمس ولكن لا تقوم بجوار العربية ما هو سبب ان العربية تكون احرر من الشارع؟ لان مع انه لا يوجد في قرصك شمس فوقك العربية نفسها يضلل عليك ولكن الإزاز يقفل الحرارة ويجعل الحرارة ما تغرب منه في الصوبات الزجاجية تجد على طريق الصفر خيام من الإزاز ويزرعوا فيها النباتات الصيفية في فصل الشتاء يعني كما يتحكوا عن النباتة يجعلوا احساس انه قادر في بيئة حر ويجعل ينمو ويدبر الغازات الدفئة نفس النظام تعمل مثل هذا الزجاج يسمح بمرور أشعة الضوء المرئي ذات الأطوال الموجية القصيرة يعني يجعل الأشعة ذات الأطوال الموجية القصيرة فى بسبب الحضمرات تمتصها إنه قادم جدا ويجعل هذا العربية تصريح للقادر من الشمس والذي تمتصها الأرض بمعلاها من أجسام فى سرعة تحت الأشعة تحت حمراء در اقل shine وقإن الى الثفرةยجية الالغلى ثم تمتصها الشام ثم تمتصها الأرض بمعلاها من أجسام تحت الجهة بالجهية وكما تمتصها مرة تنى على دفاعOL تمتص شق بالأشعة تحت الحمراء لا تستطيع من نفذ من الغلاف الجو بسبب كبار طلال موجي وبالتالي تفضل محبوسة في الغلاف الجو في التروبوسفير فتسبب ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض بسبب تأثير الحلاري هذا يعرف باسم ظهرات الاحتباس الحلاري أو الصوبة الزجاجية أو ظهرات الاحترار العالمي الأشعة الشمس الأمواج القصيرة تنزل على الأرض تعدل من الغازات الدافئة تنزل على الأرض تنتصها وترجعها بس على صورة تانية صورة اسمها أشعة تعطى حمراء وتبقى أمواج طولها أكبر تأتي تطلع من الغازات الدافئة مش عارفة تطلع فتفضل محبوسة على الأرض فتؤدي ارتفاع درجة الحرارة طب ولو الحرارة ارتفعت يعني تم انشغل مراوح تكيفاتها مثل وخلاص لا يا مش الحرارة عليك كده حرارة بص كده أثارها السلبية ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض يؤدي إلى زوابان جليد القطبين الشمالي والجنوبي وذلك يؤدي باختفاء بعض المناطق السحلية وانقراط بعض الحيوانات مثل الدب القطبي وفي البحر طبعا كلهم تأثير على البيئة مما يموت فرد تأثر السلالات كلها السلالات الغازية مما فهمه الإنسان في الآخر نفسه كمان زوابان الجليد القطبين الشمالي والجنوبي هيؤدي إلى اختفاء المناطق السحلية فبعض المناطق السحلية ستبتدي تختفي مع قرى أرضها ويبقى فيها أماكن الناس ستعيش فيها تمام كده؟ طبعا خطر جدا النقطة الثانية تغيرات مناخية حدا لا تتفع درجة الحرارة تؤدي لتكرار حدوث العصير الهواء الجامل جدا 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 ترى الأفلام دوامات الهواء مثل الأعصار الاستوائي كأعصار كاترينا والفيضانات المدمرة الفيضانات طبعا مسبب ارتفاع درجة الحرارة وهو موجة طبعا المية الجليدة يسيع فالمية هتزيد فالفيضانات هتزيد وموجات الجفاف الحيثات اللي مفهرش مية زي الصحراء هيبقى فيها جفاف أشد لأن الحرارة تبقى أكتر وطبعا حراك الغابات أما الشجر ميبقاش عليه مية المية كلها بتتبقر منه بيبتدي يبقى عرضه أنه يتحرق ولو تحرق شجرة بتحرق كل الغابات فكلها تغيرات اسمها تغيرات مناخية حدة أدي أول صورة اللي هي الأعصيريات ثاني صورة اللي هي فيضانات ثالث صورة الجفاف واخر واحدة حرائك الغابات نبتدي مع بعض نحل سؤالين كده اكتب مصطلة على العلم الدالي على عبارة الآتية جزيء يتكون من اتحاد زرة عنصر مع جزيء من نفس العنصر جزيء يتكون من اتحاد زرة مع جزيء من نفس العنصر صح الأزون الارتفاع المستمرة في متوسط درجة حرارة الهواء القريب من سطح الأرض تمام الاحترار العالمي اختر الإجابة الصحيحة تقدر طبقة الأزون بوحدة تمام كل مما يأتي من الغازات الدفيئة معادة طبعا غاز الأوسوجين يعبر الشكل المقابر عن شخص داخل سيارة مغلقة النوافذ تمام استبدل بالحروف ألف و ب ما تعبر عنه أموكة و المعنصية ما اسم هذه العملية التي تعبر عنها الشكل طب نتدي واحدة واحدة من الأشع التي فضلت محبوسة داخلها مش عارفة تطلع اليابة تمام تحت الحمراء طب ومين ألف اللي جاء من الشمس تمام ضوء الشمس ما اسم العملية التي تعبر عنها هذا الشكل ما اسمها عملية الاحتباس الحرار و لو قال لي ظاهرة أقول له ظاهرة الاحترار العالمي ممكن تكتب الاتنين تقول عملية الاحتباس و ظاهرة الاحترار تمام كده رجعنا تاني سنة تاني مع بعض خدنا كده الظاهراتين فيهم مشاكل عرفنا الظاهرات تأكل طبيعة الأزون وعرفنا سوق بالأزون وهم الملوسات بتاع طبيعة الأزون الأربعة تمام؟ طيب عرفنا كمان الظاهرات الاحترار العالمي اللي بتسببه عملية الاحتباس الحراري عرفنا دي تأثيرها كيميائي ودي تأثيرها حراري عرفنا شغل كتير بينهم من بعض فيهم شغل كتير تعريفات فيهم اختصارات اللي هي العلاقة العالمية اللي هي اي بي سي سي شغل كتير ركز في الفيديو مرة و اثنين و ثلاثة لو في حاجة ابعتلي على كومنت و انا هرد على حضرتك بس عشان خطري ما تنسوش اللايك و الشير و اشوفك على خير سلام و عليكم